بعيد أيام من أحداث التفجيرات الإرهابية التي استهدفت معسكر الجلاء في عدن تسارعت عمليات الترحيل القسري لمئات المواطنين المنحدرين من المحافظات الشمالية في المدينة عمليات عززت من حالة الانقسام التي تعانيها المدينة بعد أن عمدت قوات الحزام الأمني التابعة للإمارات للقيام باعتداءات على مصالح المواطنين حيث قامت بإحراق العديد من البسطة تابعة لعاملين ينتمون إلى المحافظات الشمالية فيما اعتبرته كرد فعل على حادثة استهداف معسكر الجلاء وأمام تعظم موجات التحريض المناطقي التي يواجهها المواطنون المنحدرون من الشمال الذين يعملون في مهن بسيطة وجه الرئيس هادي السلطات المحلية والأجهزة الأمنية في عدن ولاحت والضالع بوقف أي مبارسات خارجة عن النظام والقانون ضد المواطنين أو الممتلكات الخاصة ليست هذه المرة الأولى التي يتعرض لها مواطنون شماليون في عدن للترحيل القسري حيث قامت قوات الحزام الأمني قبل نحو عامين بترحيل العديد منهم بحجة عدم امتلاكهم هويات شخصية ويرى مراقبون أن استمرار حالة التحريض المناطقي هذه قد لا تفاقم من حالة الوضع الأمني في العاصمة المؤقتة فقط بل ستعزز من الدعوات الانفصالية التي تهدد وجود الحكومة الشرعية في عدن